بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما انفانا وانفانا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين لقاؤنا أيها الأحبة يتجدد بكم اليوم الأحد الثالث والعشرون من شهر يونيو الفين واربع وعشرين الموافق السابع عشر من شهري ذي الحجة الف واربعمائة وخمس واربعين للهجرة وما زلنا أيها الأحبة في فقه الحسرة في أحكام النفقة بداية مقدار النفقة الواجبة على الزوج هو ما يكفي ثلاثة أمور الأول السكن والثاني المطعم والثالث المشرب والكسوة المطعم والمشرب والكسوة وهذا التقديره بالعرف يرجع بالعرف يرجع بالعرف وعلى مقدار استطاعة الزوج عندنا بالعرف ثم على مقدار استطاعة الزوج فإذا كان مثلا العرف يقدر النفقة شاملة المأكل والمشرب والمطعم والمسكن ألف والزوج يقول مثلا لا أستطيع أن أدفع ألف فيرى كم مقدار دفعه من راتبه من الالتزامات التي يجع عليه لو عليه ديون لو هو متزوج من أخرى لو هو مسؤول بالنفق عن أمه فللقاضي أن يقدر يعني العرف قدر ألف ثم بعد ذلك على حسب استطاعته ما الدليل قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثانيا من النفقة على الزوج توفير السكن وهذا لا خلاف فيه لابد أن يوفر الزوج لزوجته السكن لأنه لا يمكن الاستغناء عن السكن من الضروريات فهو لحفظ أثاث والاستمتاع والراحة والاستتار فلا يمكن أن تبقى الزوجة بدون سكن أتقول مثلا إيش ليقول الزوج أنا وفرت لك إيش الطعام والشراب وأنت توفلين السكن لا هذا قد يكون قبل النكاح لحسب الاتفاق لكن في حال الطلاق وحال بقاء النفقة فإنه يجب عليه إيش أن يلتزم بهذه ما يتعلق بالسكن والطعام والشراب كذلك تجب النفقة على الزوجة الذمية مدام أنه تزوجها وهي من أهل الكتاب من أهل الذمة فإنه يجب عليه النفقة عليها كذلك تجب النفقة على الزوجة وإن كان زوجها غائب كأن يسافر مثلا لدراسة أو لعمل أو يعني لحج فطيلة فترة غيبته تجب النفقة سواء كانت الغيبة هذه معلومة أو مجهولة زي المفقود المرأة الذي يذهب زوجها ويطيل في غيبته لها أن ترفع دعوة في المحكمة بطلب النفقة فإن لم يستطع أحد دفع النفقة لها من أبوه أو أخوه أو هذا تطلب بفسخ النكاح تطلب بفسخ النكاح لأنه شيء واجب وإذا القاضي أجاب دعوتها بعد شهر أو جلسة أو جلسةين أو ثلاثة أو فسخ نكاحها يجوز لها أن تتزوج من رجلين آخر بعد العدة بعد أن تنتهي العدة بعد سك القاضي إذا حكم القاضي بفسخ النكاح على حسب المدارس الفقهية منهم من يقول إذا أمر القاضي تبتدئ العدة ومنهم من يقول تبتدئ العدة بفقدان الزوج ومنهم من قال تعتد بحيظة فقط حيظة واحدة مش تعتد بأكثر طيلة هذه الفترة التي تعتد فيها بعدها إذا تزوجت وقدر الله بعدها بسنة جاء زوجها جاء زوجها فلا يملك أن يقول أريد أن زوجتي أو أراجعها أو هي زوجتي لا طالما هي في عصمة زوج آخر بقرار من القاضي فإنه يجيب هذا الزواج يجيز أو يجيز هذا الزواج ما الدليل قول الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما أيضا تجب النفق على الزوجة في حال عدتها الرجعية من بينونة صغرة لماذا لأنها زوجة المعتدة في حال عدتها من بينونة صغرة من طلقة أو طلقتين يجب على الرجل أن يعني ينفق عليها كذلك لا تجب النفق على الزوجة المطلقة الباء ثلاث أي المطلقة بالثلاث ما الدليل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة قرج مع علي بن طالب إلى اليمن فعلي بن أبي طالب لما بعثه النبي عليه الصلاة لليمن علم أنه سيتأخر في دعوته وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له يعني مدينة اليمن بعيدة وسيبقى هناك حتى يؤدي معتمنه النبي عليه الصلاة والسلام عليه في اليمن فما استطاع أن ينفق على زوجته فماذا فعل طلقها فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقه وكانت بقيت من طلاقها يعني كانت هي النهائية هي الثلاث هي الثالثة وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقه فقال لا والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حامل يعني إحنا سمعنا من النبي عليه الصلاة أن المطلقة بالثلاث لا نفقة لها حتى وإن كانت في العدة حتى وإن كانت في العدة لا نفقة لها إلا إن كانت حامل حتى لو هي مطلقة بالثلاث فيكون هذه النفقة لمن الحمل لأنه مسؤول عن نفقة الجنين والحمل فأتت النبي عليه الصلاة فذكرت له قولهما يعني تشتكي قالوا يا رسول الله يعني علي طلقني والنفق يعني أخوانه أو ابناء عمومته يمنعوني من دفع النفقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك يعني المطلقة بالثلاث بينون الكبرى وإن كانت في العدة لا نفقة لها فاستأذنته في الانتقاب تريد أن تنتقل فأذن لها فقالت أين طبعا من فقرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى وتضعي ثيابك يعني عنده لا يراك تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها انتهت العدة أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان لهوالي المدينة قبيصة ابن ذعيب يسألها عن الحديث فحدثته به يعني أخبرته أنه حدث لي كذا 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 فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة يعني أنت تحدثين أن المطلقة بالثلاث لا تأخذ وكان يقول بالعصمة شوفوا لاحظوا كلمة العصمة أي الثقة هل سنأخذ يعني حجة هذا الدليل أو حجة هذا القول من امرأة ما حد يشهد الله أنت قد وجدنا الناس على غيرها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن وهذا الذي يعني عندما تأتي للدليل لا تغضب عندما إنسان يسألك ما الدليل هو مش استنقاص منك أو يعني استحقار لا هو أنا ملزم بطاعة الله بطاعة الله في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن قالت هذا لمن كانت له مراجعة لا تخرجوهن من بيوتهن في الطلقة الأولى أو الثانية فأي أمر يحدث بعد الثلاث لا تخرجوهن من بيوتهن عسى أن يحدث الله بعد ذلك أمره اللي هو في الرجعة أو الطلاق فإذا كانت بالثلاث أي أمر ننتظره شوفوا فهمها فلاصية إذا طلق بالثلاث بيونة كبرى فكونها تبقى في بيته أو لا تبقى لا إبرة لا إبرة لا تخرجوهن من بيوتهن فما دام أنه الخروج من البيت إذن إسقاط للسكن لنفقة السكن فليس لها نفقة لا سكن ولا كسوة ولا طعام ولا فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها إذا ما دام أنتم تقولون بالله فلماذا تحبسونها في العدة يعني حتى تضع الحمل وعن فاطمة بنت قيس نفسها شوفوا قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلان أرسل إلي بطلاقي شوفوا الحديث توضح بعضها بعضا من هنا زوجها علي ابن أبي طالب وإن زوجي فلانا أي علي ابن أبي طالب أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والشكنة فأبوا علي قالوا لا قالوا يا رسول الله الآن هم يردوا يعني كانوا كان هنا مجلس قضاء كان هنا مجلس قضاء ولاحظوا أل هي من فقهاء الصحابة لا هي كيف تروي الحديث كانوا بقصة كانوا أسلوب قصة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن زوجي فلان أرسل إلي بطلاقي وأبوا فقالوا وقالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات مش طلقة أو طلقتين قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجع هذا الآن حديث واضح نص واضح وإن كان في سنن سعي الحكم السابع تجب النفقة على الزوج المطلقة بالثلاث إذا كانت حامل فضوها إذا المطلقة طلقة أو طلقتين تجب عليها النفقة تجب لها النفقة إذا كانت مطلقة بالثلاث تجب عليها النفقة أو لها النفقة لا إلا في حالك ماذا أن تكون حامل تكون النفقة للحمل أيضا تجب النفقة على الزوج ولو كانت غنية ليش أخي سليمان تقول هذا لأن أرقم تسعة لا تجب النفق على الأبناء أو الآباء أو الأقارب إحنا خذنا الأحكام الأربعة لقاء الماضي أن النفق تجب على من على الآباء يعني إن كانوا فقراء وأبناءهم أغنية وكذلك تجب على الأبناء إن كان آباءهم أغنية وهم فقراء وكذلك تجب على القرابة إذا كان القريب الآخر ابن العام غني والثاني فقير والرابع تجب بعقد الزوجية وتمكينه من الوطن مش بس العقد عقد الزوجية يوجب المهر لكن تمكينه من الوطن اللي هو بعد الفرح بعد الزواج في عهدنا الآن يوجب عليه النفقة كل الثلاثة الذين سبقوا قبل الزوجة إن كانوا أغنية لا يجب على الثاني أن يدفع لهم النفقة مثال إذا الأب قدر الله أن ابنه اغتنى بميراث وهو صغير حتى لو ست سنوات أو عشر سنوات أو قبل البلوغ فللأب أن يقول لا ادفع من تركتك ادفع من المال اللي عندك حب أن امرأة توفيت فلما توفيت تركت مالا كثيرا لمن؟ لابنها وزوجها هذا الآن اللي أصبح غني بتركة من؟ زوجته لكن لا يريد أن يدفع النفقة لمن؟ لابنه وابنه مقتدر عنده مال من تركة أمه يجوز أن يمتنع صغيرا ولو كان صغيرا خلاص سنأخذ رسوم المدرسة من مالك أنت عندك ما شاء الله في البنك فقها يجوز فقها يجوز أن يتكلف بالنفقة من هو غني إلا في الزوجة إلا في الزوجة حتى وإن كانت غنية يجب على زوجها أن يدفع لها حتى لو هي عندها راتب يقدره يقدره العرف خدناها أول شيء بس أنت تأخرت طيب لا تجب النفقة على الأبناء أو الآباء أو الأقارب الذين لهم مال يستغن به عنهم مقدار النفقة على الأبناء بماذا الآن هذا السؤال مهم جدا يا مشاير إذا كان الأب مكلف بالنفقة على أبنائه على أبنائه الآن الزوجة قلنا بماذا بالعرف الزوجة بالعرف عرف الناس الذي يتكفل بالسكن والطعام والشرب والكسف والكسف في بعض القضايا يجعلوها كسوة عيد وكسوة فطر يعني عيد الفطر ولو مرة أو مرتين وبعضهم يدخلوها مع نفس الليش الذي يعطى كل شهر خلاص يأخذوها ويقولوا له قسمها على السنة وهي تكون مسؤولة فلو فرضنا فلو فرضنا مثلا الآن ما تستطيع أجزي من العرف يعني كم ما يكفل لها مثلا السكن ولو غرفة وكذلك يكفل لها نفقتها أو كسوتها فلو فرضنا من ألف إلى ألف خمسمائة الآن هنا الآن قد يقول بألف خمسمائة ما يكفي سكن مع السكن لا يكفيش سكن ولا سكن ليش سكن ليس سكن منفرد هي مو تاخد شقر إذن أنتم اختلفتم الآن معين الآن اختلفتم معين فما مسألة النفق على ما أتوقح هنا لأنك أنت لو كلفته بأكثر من ألف خمسمائة ولا ألفين ما هيطلب هيقول لك تب خليها معين طيب هي كم المدة أصلا الآن من نقاش على فترة ماذا فترة العدة صلوا حسبت هي النفق نحن نتكلم بس على فترة عشر وثلاثة حيض ما كان من كانت حامل هو حيدفعلها على أساس الجنين طيب الآن الأب مع أبنائه ما مقدار النفق أولا تجب المساواة في الإنفاق إذا كان الأبناء كلهم إما فقراء أو أغنيا هذه المسألة تجدوها الشائكة في كتب الفقه أول تلخصها بهذه الطريقة وأسأل الله التوفيق إذا كان الأولاد والبناء إذا كان الأبناء فقراء كلهم يعني على قد حالهم أو صغار يعني ما عندهم ما أو الأكس كلهم على درجة واحدة من الغناء ما شاء الله تبارك الله كلهم يعني يشتغلوا مثلا ويوفروا نهاية الشهر مثلا ألف ألفين نهاية السنة عنده 24 ألف يدفع رسوم الجامعة يدفع الزواج لو أراد أن يتزوج هذا يعتبر غني مش الغني المسألة أنه يكون لديه ورثة وتركة لا مستكفي بنفسه فهؤلاء إذا كانوا الإخوة الأبناء أبناء هذا الأب يجب المساواة بينهم فإذا أعطى الأول لازم يعطي الثاني ثانو خمسة أعطى الأول لا بد أن يعطيهم جميعا ولا يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر إذن القاعدة إذا كانوا متساوين في الفقر أو في الغنى يجب المساواة بالنفقة عليهم ما الدليل على ذلك فعني النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي أمرت بنت روحة لا أرضى يعني زعلانة هي زوجة يعني زوجة الأب حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه الصدق على هذا العطاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت بولديك هذا كلهم أنت دفعت لأولادك كلهم هذا الشيء فقال لا قال اتقوا الله وأعدل في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة يعني كانت الأم بإكتادها خربت على ولدها لكن هو شرع هذا يعني أنه إذا كان الأبناء إما غنية أو فقراء يجب المساواة في العطايا على قدر حاجتهم طبعا أنا لو عندي ابن في الجامعة أنا فقطه أكثر من من ابن في الصغير مثلا فليس شرط إذا أعطيت الأول أعطي الثاني لكن كما يقال يعني مثلا تكلفت بإعطاء الأول أنت إنسان مقتدر وتكلف بتدريس الأول تتكلف أيضا بتدريس الثاني دارت عليك الزمان يعني سبحت فقيرا على قدر استطاعت النوع النوع الثاني إذا كان أحد الأبناء فقيرا والباقين أغنيان ما مثاله ما شاء الله تبارك الله رجل أب يعني أبناءه خمسة أربع ما شاء الله كبار متزوجين وعندهم بيوت ومستكفر ابن مازال يعني صغير وأمه يعني على قد حالهم يعني ما عندهم لا ميراث ولا غناء إذا مختلفين لمهم مختلفين في الدرجة مختلفين فيجوز هنا تقديم الأب لحاجة الخامس دون غيرهم إذن يجوز يعطى الأبن الفقير المحتاج على قدر ماذا حاجته ما مثاله كتزويجه أو دفع تكاليف دراسته دون الأبن الغني يعني يدفع لهذا وما يدفع لهذا ما في مساواة لأنهم مختلفين هم أنفسهم في الفقر والغناء لكن إذا كانوا كلهم فقراء يجب المساواة إذا كانوا كلهم أغنية يجب المساواة إذا كان بعضهم غني وبعضهم فقير وهو ما يملك يدو بغطي الفقير في رسوم دراسته فإنه يجب عدم المساواة يعني لا تجيب عليه المساواة البلوغ أخذناه نفقه للبلوغ طيب عندنا أيضا الملاعة لماذا تذكرينها نعم ممكن تخلوا الأسئلة في النهاية عشانا أمشي بسرعة تحرم لأنه الوقت طيب لا لن أرد أنه الأسئلة في كل فقرة لا لن نهاية النهاية كل شيء لا تتعاد من تذكرون الزوجة الملاعنة لا تجيب لها عليها النفق يعني لها لا تجيب لها الدفع النفق كذلك المخالعة خالها كم عدتها مخالعة حيظة واحدة أو شهر لا تجيب عليها لها النفق أيضا لا تجيب النفق على الزوجة الناشز من هي الزوجة الناشز أي المانعة نفسها من زوجها زعلانة منه تتمنى في البيت مثلا من الطبخ من البقاء من الجلوس من البقاء معه في نفس المكان من الذهاب إلى بيت أبيها متمنع يعني ناشز تسمى ناشز في الشريعة هذه الناشز طبعا مش في يوم ويومين تكون زعلانة راضية لا ناشز بالاستمرار يعني كذا يعني أبدا فما دام أنت ناشز فلا يعني لا تجيب لي علي الزوجة النفق طيب راحت بتهلها خلاص ما يرسل لها المان طيب ماذا يتنتظر تنتظر يعني إما حكى من يصلح بينكما أو إذا ما في واجع الطلاق أنك تطالب بالخلع إذا كان هي التي لا تريد يعني الطلب منها هي يكون خلعا أيضا لا تجيب النفق على الزوجة إذا مات زوجه تبهوا لهذا الكلام الزوج إذا مات سقط التكليف عنه فالتكليف الذي كان بدفع النفق على الأبناء أو الزوجة ذهب يعني تنتقل النفق الآن من ماذا من التركة شفتوا سبحان الله الإنسان ما يملك شيء بعد موته فور موته ما علي نفق لا تقول باقي لك نهاية الشهر انتهى انتهى التكليف انتقل الآن التكليف إذا كانت هي الزوجة من الميراث تأخذ ميراثة ما تدخل في النفقة طيب والأبناء هل يأخذوا من النفقة ولا ميراث أنت يا شيخ ما شاء الله تبارك الله مركز معي إذا من الميراث تنتقل للميراث فالزوجة تأخذ إما الربع للثمن تأخذ الثمن تأخذ الثمن يوجد الأبناء طيب والأبناء حيأخذوا الذكر مثل حظ الأنثى طيب إذا كانت حاملا ما في نفقة للحمل لا يوجد نفقة الآن لا حاملا ولا حائل الحائل هي غير الحامل لماذا؟ لأن مال الزوج انتقل إلى الورثة كذلك مشاء اختجب النفقة على الطفل المحظون الآن عندنا الطفل المحظون تجب النفقة على الطفل المحظون من ماله كالتركة الآن الطفل المحظون ماذا عن الطفل المحظون الآن هذا الذي مات أبوه أو طلق أمه الطفل هذا يصبح محظون إذا انتقلت حظانة وهي ستنتقل إلى أمه فإن الأب يجب عليه إيش دفع النفقة طيب من أين يدفع النفقة يدفع النفقة إن كان لهذا الابن تركة فتأخذ من تركته وإن لم يوجد له تركة تنتقل طبعا على من يجب سواء من أبيه أو من جده أو من أهله المكلفين ما تترك إذا ما عنده أهل قدر الله لا يوجد أو فقارة فتنتقل إلى بيت مال المسلمين هم اللي يتكلفوا به براتبه يعني بكله راتب يجب العدل في الزوجات في النفقة من تزوج أكثر يجب عليه العدل بماذا العدل بالمبيت هذه مرت معنا بالمبيت والآن هنا بالنفق وإذا أعطي إذا أعطي إذا أخذ واحدة وذهب بها مثلا في رحلة سياحية لابد أن يذهب بالباقيات إذا كانت هي غنية سواء فقيرة أو غنية الزوجة تأخذ واجب لها النفقة قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت لهم رأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه حكم السابع عشر يستحب له النية الصالحة في الإنفاق لماذا لأنها عبادة والعبادة لابد لها من ماذا من النية إذا أمانوا لا يأخذ أجل لكن أنت كدراسة فقهية إذا لم ينوي يعني ما شاء الله رجال طيب مع أهل بيته وينفق عليهم ويحسن إليهم ويدفع لهم لكن لم يكن ينوي بالنفق هذه التعبد لله سبحانه وتعالى فهل يأخذ أجر أجر والعلم عند الله ما يأخذ أجر كدراسة فقهية لماذا لأنه لم ينوي لم ينوي يعني كان يفعل هذا الشيء من باب ليش العرفة وكذا يقول لك والله أنا شفت أبوه يدفع لهم فدفعت لي أبناي أول مرة أسمع المعلومة هذه أنه هذه الإنفاق عبادة فهنا الآن هو تعلمت أنه عبادة بأنوين أقول له إنه ويتمين الآن تأخذ أجر أما هذا على ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فالعفو هو الفضل الفاضل أو الفضل عن الحاجة وما سهل إنفاقه ولم يوقع في حرج وكان عن طيب نفس يعني مش يدفع يدفع وهو كاره لا يدفع وهو طيب النفس يعني وهو راضي طيب يا أخي علي الكزامات أنا مسؤول أنت المسؤولية سبحان الله استخلفك الله بهذا المال وما دام أن أختك التي يعني من قرابتك زوجتك ابنتك تحتاج هذه النفقة فثق تماما أن الله مبتلين إذا لم تدفعها في مكانها هذاك حيأخذ نفقته سيسوق الله له إيش الرزق لن تموت نفسا حتى تدرك رزقها وأجلها لكن لن يكون عن طريقك يعني أنت اللي سكرت الباب فلا تجي تشتكي بعد فترة تقول والله يا أخي أنا ما وجدت وظيفة إنما ترزقون بضعفائكم كل ما أنفقت اللهم أعطي منفقا خلقا وأعطي ممسكا كل ما جعلت نفسك مفتاح لهذا الخير لنفسك لزوجك لأهل بيتك فتحت لهم يعني يسرت عليهم في النفقة لم تحوجهم لسؤال غيرك هذا كله من الأبواب التي تجعل لك من الغنى في الدنيا عن سؤال الناس وعن نبي مسعود العنصري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ومشايخ في طلب العلم مرات قد تدرس الحكم تدرس الشيء فلا تدرك معناه إنما الأعمال بالنيات والذكرين قد لا تدرك مثل الآن كدراسة فقهية تجدها متعمق في أبواب كثيرة هذا يوضح لك إذا أنفق المسلم نفقة على أهله هي واجب الآن وهو يحتسبها كانت له صدقة وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك وهذا من الابتلاء فهذا حديث قدسي قال الله يعني مسألة النفق يا مشايخ أو مسألة أن الله يستخلفك على مال هذا من أعظم البلاية في الدنيا وعن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل من أجل في بني 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 أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاريختهم هكذا وهكذا يعني فقراء أو يعني لديهم أو ليس بلديهم الله عز وجل الصلاة أي نعم أي محتاجين وضائعين وإنما هم بني يعني هم برضو أبنائي هل لي أجل فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لك أجر ما أنفقتي عليهم يستحب أن تحافظ هذا الحكم يستحب أن تحافظ ليس واجبا قد احترت في مسألة الاستحباب فبحثت بحثت لا يوجد دليل للوجوب يستحب أن تحافظ الزوجة على نفقة زوجيها يعني حطيت فلوس عند زوجتك وجيت و هي صرفتها لا تغضى أنه مش واجب عليها مش واجب عليها أنها تقتر وأن يعني تحط الشيء في مكان تكون حكيمة في مسألة وضع النفقة في مكانها مش واجب عليها فلا تلزمها بشيء لم يجبه الله عليها يستحب مثلا هي في البيت ودفعت لها نفقة صرفتها وترجع تطلب يقول لك اعطيني مش واجب عليها يعني لا تعاتبها لك حقا أنك تعاتبها من باب التعليم علمها وضح له هذا حطي فيه كذا هذا حطي فيه كذا هذا حطي فيه كذا أما أيوة أما أنك أنت تجي وتحاسبه وتقول لك كيف أنت تسوي كذا كيف تركت عندك فلوس كيف سويت ما حافظت على مالي مش واجب عليها أنها تحافظ على مالي بالتفاهم وإذا عندكم بعد يبحثوا إذا وجدتم دليل يوجب ارسلوه لي تجيب المحافظة من الزوجة على النفقة على مال زوجها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل شوفوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من راوي الحديث فقيه ولا مش فقيه فقيه يقول نساء قريش خير نساء العرب شوفوا في فرق لما أنا أعرف مدرسة أبي هريرة مدرسة عبد الله بن عباس أعرف ماذا يريد في لفظه فلماذا يا رسول الله سبب التفضيل قال أحناه على طفل يعني فيهم من الرحمة وفيهم من العطف على الأطفال وأرعاه على زوج يعني يراعو الزوج يعرف يكسبوه يعني مثلا شافته غاضب كل زعلان ما تتعدى عكس بعضا للنساء قريكم ما عنده حكمة شوف زوج زعلان إلا تصمم على رأيها وهذه توجب عليك أنك أنت لي تكون حكيم وأرعاه على زوج في ذات يده النفقة يقول أبو هريرة على أثر ذلك ولم تركب هو يقول يعني شوفوا أيضا من فقه يقول من باب المدرجات ولم تركب مريم ابنة بنت عمران بعيرا قط من باب التفقه من باب التفقه يعني كمعلومة وأدريجت في الحديث لكن ليست من منطوقي النبي عليه الصلاة والسلام طيب من أين أخذها أبو هريرة أحسنتم إذن كان يجوز كان يجوز للصحابة أن يدرسوا أو يأخذوا من روايات الإسرائيليات لكن مش أي أحد من الفقهاء من المتعلمين في وقتنا الحاضر تريد أن تدرس الأديان لو جاء طالب الآن يقول لك أريد أن أدرس الأديان إذا كان هو متمكن في دينه ما عنده شبهة أو شكك يعني متقوي يعني مش مسألة مسلم والله يا أخي لا تخاف علي أنا مسلم لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على ديني أو قلبي على ديني فالقلوب بين أصبعي من أصابيع الرحمن أنت ما تدري اليوم على هداية وعلى توفيق وعلى إسلام بكرة يزيق رأسك أو يعني تشك ومن دراسة فقهة أو الأسرة يزيد يقيننا بالله سبحانه وتعالى منذكير اللقاء الأول في فقه الأسرة ومن آياته إن جعل لكم من أنفسكم أزواجه كيف الآية العلامة التي تدلنا على الله سبحانه وتعالى موجودة في الزواج إن الله جعل مودة من الذي ينكر الزوجة احتاج إلى زوجته والزوجة تحتاج إلى زوجته تحتاج إلى أبوها بس إلى البلوغ بعد ذلك يعني هي لا أستريد بناء بيت جديد واملكة جديدة ما تلاحظ هذا الشيء طيب الله يجعله لك يقول لك هذه من الألامات ضعفك إنك تحتاج هذا الشيء وأيضا المودة التي ستكون بين الزوجين هي من الله ما تذكروا بعضهم يقولنا مثلا تزوجت عن غير حب مثلا بعدين مع العشرة أصبحت وأرحمها وأشفق عليها والله ما أريد أحد يذيها وكذا من مدرجات أبي هريرة يعني كمعلومة يعطيك معلومة ولم تركب مريم بنت عمرائم بعيرا قط طيب يجوز دفع النفقة للزوجة قبل وجوبها يعني الرجل إذا عارف أن زوجته الآن مثلا يعني يجوز أن يدفعها قبل الآن في شهر يناير فيجوز أن يدفع سنة كاملة ويجوز أن يدفعها مؤخرة يعني شهر 12 يدفعها عن الأشهر كاملة شهر ديسمبر يدفعش سنة كاملة يجوز دفع النفقة للزوجة قبل وجوبها أو تأخيرها إذا اتفقوا إذا كان في اتفاق ادفعها مقدم أو مؤخر نفق حموما نفق للزوجة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النظير ويحبسه لأهله قوت سنتهم يعني يدفعه لأهله قوت سنتهم فيجوز على الأموم لا تجيب لا لك عموما طالما هي في عقد الزوجية زوجها لا تجيب النفقة على الزوجة بعد العقد هذه المعلومة اللي أعطيتكم إياها يعني عقد عليها مش واجب عليه النفقة متى يجب عليه النفقة إذا استطاع يعني اللي هو بعد الإذن بالدخول إذا ممكن من الدخول عليها والاستمتاع بها يجب عليه النفقة مثلا انتقلت إلى بيتي تجيب عليه النفقة وذلك لأن العقد يجب المهر فقط ولا يجب النفقة طبعا المدارس الفقهية في هذه فيها خلاف فمنهم من يقول أنه يجب النفقة بالعقد وليس بالتمكين ما ما دليلكم هو أنه يشعر حجال لك الله الله يحفظ عمنا الله يسمي الله طبعا المدارس الفقهية تطلب نفقة على إرضائها نعم لكن إن لم تكن مطلقة ما زالت زوجي يعني زوجته أم أبنائي وهي زوجة هل يجوز أن تطلب نفقة لا لا تطلب لأنه هي نفقتها واجبة عليه كاملة لكن هذه المطلقة اللي هي يعني خارج عصمته وهي ترضع إيش أبنائه وطلبت نفقة على الرضاع قالت له أريد نفقة زيادة مش بس نفقة هذا الابن أريد نفقة أجر على الرضاع هي جوز من حقها ما امتنى تبقوا إذا امتنع هنا قال لا ما أدفع لك وسعدفع لإمرأة أخرى أختي حترضع أسقطت هي الآن مش حق الحضانة أسقطت الرضاع حقها في الإرضاع فما دام أنت تطالبي بمال وأنا ما عندي أنا اللي حجي ما بقى يعني لا أريدك أنت أنت أرضعي مش واجب علي إلا إذا سبب بضرر للابن مثلا ما قبل إلا يريد أمه يعني مثلا ترجع إلى مصلحة دائما الطفل طيب يجوز للأم المطلقة أن تطلب نفقة الرضاع ممن من مطلقها الزوج أو من أبوه أو من جده وكذا قال الله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فليس للأب أن ينزع الولد من أمه فيلحق به الضرى وليس للأم أن تلقي بالولد لأبيه أو تكلف من النفقة فوق طاقته طيب هنا كذا السؤال ها مذكرين هذه الآن التي تطالب به النفقات الرضاع لو تزوجت ما تطالب أحسن ونفقة الابن برضو هذا الرضاع مع نفقة الملبس والسكن لهذا الجبل تشمل نفقتها لا قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ليس للزوجة الأم أن تطلب بنفقة الرضاع من زوجها ليس للزوجة الأم هي زوجته في عصمته وهي أم فليس لها أن تطلب بنفقة رضاع فاصة أقول لا ما أرضع إلا تدفع لي فلوس طبعا إذا امتنعت قالت لن أرضعه ها تعرف النساء العانت أقول لك لا يغير شكلي أنا ما أرضع فيجوز لأهل امتناء ما يجبرها هش واجب عليها أن ترضع طيب يستحب أن يساعد الزوج زوجته في عمل البيت لأنه في بعض المدارس الفقهية يقول أن خدمة البيت على من على الزوج والزوجة كل يخدم نفسه ما في أحد يخدم الثاني ولو أخذتم وتذكروا في حق الحقوق حقوق الزوجة أن جاء وجوب طاعة وجوب خدمة الزوجة لزوجها في البيت هكذا تذكرها ديانة لا قضاء ذكروا أخذناها كذا أن تجب على الزوجة خدمة زوجها في بيته في بيت الزوجية ديانة لا قضاء ديانة يعني بين العرف يعني من باب الأدب من باب يعني أنا أجي من العمل أغسل وأمسح وأكنس وأنت كنت جالسة ديانة لكن قضاء لو ما رضيتك ترفع القضاء وجو عندك شيخ عمرو وأنت القاضي ما تجيب عليها خدمة البيت ما تجيب عليها نعم أو كل يخدم نفسه كل يخدم نفسه طبعا ترجع إلى العرف يا مشايش ترجع للعرف كإسلام أنا أكلمكم كمسلمين كحكم عام من شرق البلاد الأرض من جنوب الأرض من شمالها كحكم لا تقول الخدمة ليست بواجبة لكن قد يكون في بعض الثقافات ما أقبل كيف زوجت أنا أجي البيت ما كنست ما نظفت ما رتبت ما أقبل ما هو يستحب وأن يساعد الزوج زوجته في عمل البيت تشوف الاستحباب فعن الأسوة بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله يعني أي شغل عندي عندي غسيل يجي غسيل عندي كنيس يجي كنس عندي أي شي أنا شغلي هو ما هو عنده في البيت ما هي سيجلس يسوي فيجلس هذا شغله في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج يعني خروجه للأذان في صحيح المقارب فهذه كأنها رضي الله عنها من باب حسن العشرة تذكر بالمحام يعني بغض النظر أنه رسول الله لكن المرأة إن سئلت كيف زوجك فلها أن لا تمدحه ولها أن تمدحه لكن لا تكذب كيف يا أخي أخي سليمان الأول لها أن لا تمدحه خشية أن يحبه إيش النساء فما تمدحه يعني يجي يسألوها ما شاء الله لك شهرين متزوجة أو عمره كيف عمره معاك رجال عادي ليش خايفة يعني يعني الآن لو جالسة تقول والله ما شاء الله يحسن عليه كل أسبوع يخرجني المطعم ويجيب لي هدية ويدفع الآن شفت أمي هو اللي يدفع لها إيجارة البيت وما أنا عارف تطلع واحدة ثانية عمره تعال أنا أهب لك نفسي لأنك أنت الآن هنا النساء يعني صح ولا لا فيجوز لها أن لا توضح لا تذكر أن زوجها مثلا يعلمها أنه طيب يجوز لها لكن إذا أرادت أن تجعله من ذكر المحاسم بالذات بعد متى بعد ما يموت اذكروا محاسم ما أوتاكم فتاة تتكلم تقول مثلا ما رأيت منه وأتذكر كانوا يقولوا على ابنه تزوج زوجها أبوها وهي تقريبا عمره 14 و16 سنة وتزوجت ما الرجل يعني شوية تزوجه في الأربعينات فقدر الله بعد عشر سنوات أو عشرين سنة توفي للرجل وهي ظلت ما تزوجت فما كانت تجلس في مجلس سواء يعرفوه ما يعرفوه إلا تبدأ نص ساعة ربع ساعة لازم تذكر من محاسني فتقول هو الذي ربان هو الذي علمني علمني كيف أطبخ وكان يبحث يعني على الأشياء التي أحبها ما يشتريها من السوق يطبخ يعني إجلالا لي وإكراما لي وعلمني يعني تذكر أشياء ويعلمني وعلمني وكنا نقلس وفول الليل ويقولي كذا يفعلي كذا يلبسي كذا فقالت يعني ما رأيت مثله يعني فعلا فقدته ولن يستبدل زوجا غيره يجوز إلا ما يجوز يجوز لكن إذا انتهت عدتها وخطبت وتزوجت من حقها لا تسقط النفق أيضا بإسار الزوج الآن إحنا أخذنا أن الزوج واجب عليه النفقة طيب إن كان معسرا هذاك اللي القاضي أوجب عليه ألف دولار أو ألف خمسمية في الشهر إذا إدعى الإعسار وأثبت ذلك كيف إدعى الإعسار قال ما عندي شغل وهذا كشف الحساب في البنك هو ما عندي شي زيره آخر دفعة جاتني من الشركة الأولى أو التأمين أو أني عارف 300 دولار دفعتها إيجار بيتي أنا هل القاضي يسقط عليه النفقة لا تبقى دينا عليه انتبهوا يا مشايخ تبقى دينا عليه لا تسقط النفقة بإسار الزوج وتصبح دينا عليه لأنه حق للزوج شوفوا حقوق البشر كيف تعني بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد وهذه قاعدة من القواعد الفقهية في قضاء عمر الأدلة التي تأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بها أرسل بها مثل ما أرسل معاذ بن جبل لليمن وأمره بيش يا بعض الأمور مره من يقيموا الصلاة كذا كذا فإنهم أطاعوك فمره من يصوم فإنهم أطاعوك هذه الأدلة بالنسبة للمدارس الفقهية تعتبر من أقوى الأدلة وهي المعتمدة يعني حتى لو جاء دليل آخر يخالفها المعتمد هو الذي يكون في الإرسال لماذا لأنه يكون النبي عليه الصلاة الذي أمر بعداء الأمانة وتبليغها والمكلف يكون مقنن ما سيقول طيب إلا أن يأتيني الشخص فيقول لعل هذا الحديث قديم وهو مثل أذكر حديثه معاذ لما أبعثه إلى اليمن أتذكر لم يذكر له الحج في بعض الطلاب يعني يقول لك كيف كان الإسلام خمسة وهنا ما جاء بالليش أربعة أنه لم يفرض الحج لسه الحج لم يفرض هو أول من انتقل النبي أسلام للمدينة أرسله يعني يعلمه كان يرسل القراء نفس الشيء الآن في عمر في قلافته نفس الشيء في أبي بكن الصديق وعلى ما تذكر أغلب الآن القضاء الإسلامي على ما كان عمر يرسله إلى بشريح القاضي الرسائل التي كان يرسلها والأوامر التي يرسلها إلى بشريح في القضاء هي التي معتمدة في أغلب حديث القضاء وكيف المجلس القضاء والإقرار والاستماع والرد والاستماع من القول من المدعي والمدعي عليه أغلب وكلها من قضاء عمر ومن رسائله فأرسل عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوا أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا يعني هو جال السنة ما ينفق وجالسة القضية السنة 12 شهر فجاء القضاء بالطلاق بالفرقة بينهم فينزمهم بدفع نفقة السنة يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب إعسال الزوج يعني الزوج كان موظف وشغال ويستطيع أنه يدفع قدر الله خرج من الوظيفة جاله مرض وسهله حادث وما عنده تأمين بعض البلاد يعني خرج من البلاد أنه عقده وهي ما تبقى تروح ما تبقى ترجع معه ما تبقى تتبه هذا لو عنده هي عقدها وهو يجوز لها أن تقول لا ما أريد أن أقول معك شرعا يجوز لا حسن ما تستطيع أن تقول لا حرام عليك أنت ما تقدري أنت سيئة لا 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 الشرعة جازة لها يعني ما بأدخل معك الفق ما تستطيع تنفق ما بأدخل معك طيب أنت ما شاء الله عندك فلوس وعندك راتب ما هو شرع عندك مال عندك كذا ما طيب إذن يجوز للزوجة تطلب فسخ الزواج بسبب إعسال الزوج وعدم قدرته على الإنفاق يستحب المسارعة هذه آخر معلومة أو هذا عموما من عليه دين يستحب المسارعة في سداد الدين وليس واجب يعني إذا عندك مال أو عليك دين أقصاط فمش واجب عليك أنك تدفعيش كل المال اللي عندك عشان تسدد الأقصاط مثال وعلي قصط مثلا ألف 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 لمدة سنتين يعني كم كله 24 ألف فجاءتني صفقة أو ضاع مكسب السنة الشهر هذا بخمسة ألا فهل يجب علي أنا دفعت استكفيت يعني الزيادة هذه خمسة ألاف فوق حاجتي فهل يجب علي أن يدفع الخمسة ألاف هذه من الدين لا مش واجب علي يجوز يستحب إيش الحكم يستحب يستحب المسارعة في سداد الدين والدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين يعني لما يأتوا بجنازة للنبي عليه السلام عشان يصلي عليها فيسأل النبي عليه السلام ما يستحب يسأل هل ترك لدينه فضلا قد يكون يسأل هل عليه دين نعم عليه دين هل ترك سداد له فإن حدث أنه ترك وفاء يعني ترك عليه 24 ألف فهو ترك ترك أرض ترك سيارة ترك كذا صلى عليه النبي عليه السلام وإلا إذا وجد أنه ما عليه دين وما ترك هذا الوفاء قال للمسلمين للصحابة صلوا على صاحبكم سواء كان أهله أو قرابته فلما فتح الله عليه الفتوح على النبي عليه الصلاة والسلام لبعد فتوح مكة وغيرها قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أتى من أنفسهم في اللي عليه دين ولم يستطع السداد أنا أدفع وهذا بعض الفقهاء والمدارس الفقهية قاشوا على بيت مال المسلمين فالذي أعشر قدر الله أخذ دخل في مشروع أو دخل في صفقة وأخذ دين وأخذ شيء بعدين ما قدر يسدد ويتبهذل أو ينسجن أو شيء فيجوز من بيت مال المسلمين أن يأخذ من هذا المال ويدفع ويسدد عنهم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا ما دام عنده مال فلورثته مشليا وهذه من الفروق الفقهية لأنه الغرم بالغن وما دام أنت يا رسول الله ستتحمل ما عليه من دين فليش إذا ترك مال وكان غني ما تأخذ هذا المال لتعطي لغيرك قال لا هو إن ترك مالا فلورثته وإن لم يترك مال وعليه دين ما استطاع السداد فأنا ولي من لا ولي له أو من ترك مالا آخر شيء إذا امتنع الزوج عن النفقة امتنع ما يريد أن يدفع على زوجته وكان له مال ظاهر أخذ من ماله بالقوة بقدر النفقة في وقت للحاضر في المحاكم اللي يسمونه استقطاع من الراتب يعني يدخلوا على حسابه فعلا عندك راتب هي وعندي راتب ما يبقى يدفع ما مش عليك يدخلوا عندهم من العوامر القاضي قد يصدر أمر للبنك أنه تحول مثلا مبلغ معين استقطاع يسمى مبلغ معين للحساب الثاني لو حساب الزوجة المطلقة هذه أو طبعا إذا ما رضي إذا ما قبل الزوج خاص طلق إما تمسكها وتقول يعني أنا سأمسكها ولا أدفع لا يجل سنأخذ إن شاء الله في بقية لقعاتنا أبوابا متعددة تتعلق بالحمل والحضانة أسأل الله لكم التوفيق والسداد هذا ما تيسر يداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلين